مراجعة ستارفيلد مختلفة فهي أضخم حصرية وعدتنا فيها إكس بوكس فهل هي أحباط جديد أم أبداع ضع من بلاي ستيشين وبالمناسبة جربتها على البي سي أيضا ورح أتكلم على الفرق بين النسختين فاشترك بالقناة وبسم الله نبدأ قضي ضيء أي شخص يحاول يكتب مراجعة عن ستارفيلد بسبب ضخامة محتواها لكن الأمر كان سهل جدا بالنسبة إلي فبكفي أعمل مراجعة القائمة مو هيك قال عدد من اللاعبين وحكموا على ستارفيلد بالفشل من قائمتها اللي تسربت أنا ما كنت صدق إنه هاي اللعبة مستهدفة ومكروها لكن إذا بدك الحقيقة قائمتها حلوة وهي ليست مجرد صورة سابتة بل مشهد جميل لشروق شمس من خلف كوكب مظلم فخلينا نغوص أكتر بها اللعبة ونشوف إذا فعلا تستحق الكراهية ففي زمن ستارفيلد الأرض عبارة عن كتلة رملية والبشر هجروها من زمان وأسسوا مستعمرات على كواكب أخرى وأنا بديت كعامل بسيط بأحد المناجم وبشكل ما حالفني الحظ انضميت لمجموعة هوايتة تستكشف الفضاء اللعبة بالساعة الأولى سحرتني بداية باختيار الشخصية قدمت لي أفضل الأنظمة اللي تعاملت معها بهالمجال نظام سهل وفعال مرورا بجودة حركة ذكرتني بمستوى فخامة Red Dead Redemption 2 خصوصا لما استخدمت المنظور الثالث القريب من الكتف وقلت يا سلام أنا معناها مقبل على تحفة العصر لكن للأسف شعوري هاد بدأ يتلاشى مع تقدمي بمهام القصة الأساسية ابتداء من شعوري بالملل وانتهاء بكرهي لستارفيلد وهون قلت لنفسي لحظة شوي مو معقول يكون هذا هو مستوى اللعبة أكيد في شي غلط أنا عم أعمله بعدين شبني ماشي بسرعة بس بتخطر رئيسي للمهمات ليش ما أعمل مهمات جانبية واستكشف المحيط وفعلا بعد ما استثمرت فيها وقت أكبر وجدت أني كنت عم ألعبها بالطريقة الغلاط فلو بدك تدخل ستارفيلد وتلعبها مثلي كأنها قصة خطية وتتوقع مشاهد سينمائية وبس بدك تختم القصة فحتما حتمل من أول ساعتين وترمي اللعبة على جنب وتروح تويتر وتكتب عليها وتسف فيها بينما لو سمحت للعبة تعرفك على نفسها وسمحت لنفسك تنغمس بعالمها فرح تفهم جو ستارفيلد الحقيقي أنا بدأت أفهم جوهرها لما قدمت على وظيفة من خلال كمبيوتر صغير وجدته بشارع مدينة نيون تقديمي على الوظيفة أدى أني عملت مقابلة المقابلة أدت لحصولي على عمل العمل أدى لحواء ديس أخرى وبعد شي ساعتين لعب توقفت هيك وقلت لك أوف أنا شو عام يصير معي شو هي المهمات كلها ياتا من وين ظهرت وكيف أنا صرت هنا انصدمت من طريقة تركيب المهمات فأغلب الأماكن اللي تدخل عليها أو الأشخاص اللي تتكلم معهم يطلع عندهم قصة وشخصية وشي يحتاجوه وانفتحت لي سلسلة مهمات ضخمة ما كنت أتخيل وجودها أساساً مثل الوظيفة اللي قدمت عليها أدخلتني بعالم حرب منافسة بين الشركات تقولوا بلاي ستيشن وإكس بوكس وعشت فعلياً مكان لموظف نفسه إن كان بيأخذي القرارات أو اتخاذي لطريقة تنفيذ المهمات ففعلياً ما شعرت بالمعنى الحقيقي للعبة RPG إلا مع ستارفيد RPG بتعني يعني لعبة تاخد فيها دور معين بالحياة وتعيش هالدور فمرة عاشت دور موظف الشركة مرة عاشت دور مستكشف ورحالة مرة عاشت كوني عنصر بمنظمة وكل واحدة منهم أعطتني متعة مختلفة عن التاني نصيحة مني كل ما تشوف مهمات تحت اسم فاكشن روح عليها ولعبها فجداً رح تستمتع فيها وحتى المهمات الأساسية اللي كرهت ببداية اللعبة تحولت لقصة ممتعة بعد ما فهمت مبدأ اللعب ستارفيد بتعتمد بشكل كبير على الحوارات واتخاذ القرارات وفيها نظام عميق اسمه الأقناع بيرسويد كيف يعني؟ أبسط مثال بدي أحصل على خدمة من شخص والشخص طلب مني مبلغ ضخم فعن طريق حواري معه ولو قدرت أقنعه فممكن حسن هالخدمة منه مجاناً وقص على هالمقياس كتير أمور باللعبة مثل تجنب قتالات أقناع الآخرين بفكرتك أو حتى مفاصل بالأسعار وهذا لسه ما تكلمت عن عمق كتابة الشخصيات وحجم النصوص المكتوبة فيها فلو بدك زبدت كلامي عن قصة ستارفيلد فاللعبة عبارة عن حياة كاملة تقدر تعيشها في الفضاء وقد تكون ستارفيلد أضخم لعبة نزلت من ناحية المحتوى لكنها ليست أضخم لعبة من ناحية الكواكب أوف شو هالقصف اللي مباشر فعالم اللعبة ليس بالشكل اللي توقعنا وأظن أنه هذا القسم من المراجعة اللي رح يقسم الناس بين مؤيد ومعارض خصوصا لما نتكلم عن طريقة التنقل بين كواكبها أولا خلينا نتفق أنه فيه كواكب كتير وأغلابيتهم كواكب فارغة بس هالشي مو مشكلة بالنسبة إلي لأن بالمقابل فيه عدد جيد من المدن الرئيسية والكواكب النشطة يلي كانت أكتر من كافية لأغناء رحلة ستارفيلد طيب شو المشكلة؟ التنقل بين عوالمها هو الشيء اللي ما أثار أعجابي فطريقة السفر قد تكون محبطة شوي السفر بيكون من خلال طريقتين إما من اختيار نقطة خلال الطيران والضغط عليها وثم الانتقال المباشر أو اختيار الوجهة من خريطة الكواكب وكانت هي الطريقة اللي استخدمتها بشكل أكبر فلما تضغط مثلا زر الأقلاع من الكوكب بتشوف مشهد سينمائي ولما تضغط زر السفر أيضا بتشوف مشهد آخر واسمه Gravity Jump بلاش يتفلسفوسين بالإنجليزي وللأسف لا يوجد تحكم يدوي لا بالأقلاع ولا بالسفر طيب وين الاستكشاف جايكم فقبل ما ننتقد اللعبة على هذا التوجه لازم نفهم شو يعني Gravity Jump باي لعمل فلسفية هذا المصطلح يعني قفزة الجاذبية وهي شيء تم دراسته نظريا بواقعنا لكن تطبيقه هو المشكلة فالسفر بين المجرات بيحتاج سنوات ضوئية فبينتهي عمر المسافر وأحفاده وأحفاد أحفاد أحفاده ولا بيصل الواحد لوجهته فلهيك العلماء حاليا عم يحاولوا يشكلوا مجال مغناطيسي يطوي فيه البعد الزمكاني للسفر لا يسمحوا للمركبة تنتقل بسرعة خيالية لاحظة شوي شوات زمكاني خلينا نعتبر انه هاي الورقة هي الفضاء مركبتك هون والكوكب اللي تريد تروح عليه هون فبدل ما تقطع كل هالمسافة وهالشي مستحيل فمنعمل مجال مغناطيسي يأثر على الجاذبية وبنطوي فيه النسيج الفضائي زمانا ومكانا بهالشكل وبتصير المسافة بين النقطين قصيرة جدا والله إذا ما بتشترك بعد هاي الشرح هاد لأزعل منك فاللعبة أخذي هذا المبدأ بطريقة السفر بين المجرات والكواكب وهالشي بشوفه منطقي وما زعلت منه أكيد ما بدي أمضي وقتي باللعبة وأنا عم أنتظر أصل للمكان اللي أريده بعد 15 سنة ضوئية لكن عتبي الكبير هو شيء آخر وهو عدم سماحهم اللي بالتجول بالغلاف الجوي للكوكب وإمكانية الهبوط اليدوي فالموضوع يقتصر على مشاهدة الكوكب اللي بريده واختيار نقطة للهبوط ومن ثم بشوف مشهد الهبوط السينمائي للأسف اللعبة ما سمحت لي اتجول بمحيط الكوكب مثل ما سمحت لي لعبة نومان سكاي والمصيبة أني في البداية فكرت أنه في كل كوكب عبارة عن نقطتين هبوط فقط محددتن اللعبة سابقا وانضحك علينا بعبارة اذهب للمكان الذي تريد لكن الحقيقة طلع أنه بإمكاني اختار المكان اللي بريده من الخريطة وأهبط عليه ففعلا فيك تروح لأي مكان بالكوكب بس مو أنت اللي بتهبط اللعبة بتهبط عنك هذا التوجه الغريب بالطيران أدى لمشكلة تانية استكشاف الكوكب صار أصعب لأن المشي على الأقدام هو الطريقة الوحيدة للاستكشاف وأد ما مشيت أكيد ما رح تلف الكوكب كله فحيكون صعب تصل للمسافات البعيدة بدون المركبة فلو اللعبة استكشافية فليش ما بقدر طير بمركبتي وين ما بدي بالمقابل تصميم المدن والمناطق الداخلية شكل الفضاء والكواكب وحتى المناطق الفارغة من الكواكب شي متعوب عليه جدا جدا ومع اعتناء كبير بالتفاصيل بس بتعرفوا شو الشي اللي ما عجبني هو كثرة شاشات التحميل إذا بدي سافر لمجرة في شاشة تحميل إذا بدي أهبط في شاشة تحميل إذا بفتح باب داخل المدينة في شاشة تحميل لك شويتان إذا بدي فوت على الحمام رح يحطوا لي شاشة تحميل وعلى فكرة شاشة التحميل نفسها مو مزعجة لأنها كثير سريعة لكن من شو انزعجت يا واسيم انزعجت لأن ما شفت مبرر لاتخاذهم قرار الثلاثين فريم على الإكسبوكس فلو كانت حجتكم هي ضخامة العالم فالعالم مجزأ وبالتالي ما له عبارة عن مساحة واحدة متصلة يلي تستهلك أداء كبيرة من الجهاز فعلى أي أساس تعمل ليها 30 إطار بنفس الوقت اللعبة مسقولة وقليتشاتها قليلة مع وجود بعضها والثلاثين إطار فيها ثابتين بمعظم الوقت وبتنلعب برياحة وأنا لعبتها على السيريز إكس ولما أمضيت فيها عدة ساعات عيني تعودت على الثلاثين ومعها تشفت شي غلط حتى بجزئيات التصويب اللي كنت عاني منها استمتعت فيها لكن وقت أروح ألعب لعبة تانية بستيني فريم وأرجع لستارفيد يا أخي بشعر بالهبوط وبحتاج حوالي لعشر دقائق لأتأقلم يا عيني عليك فهمنا موضوع القصة والعالم طيب شو وضع الرسومات الرسومات أزهلتني بكتير من المناطق والإضاءة والإنعكاسات كانت رحيبة التوجه الفني في اللعبة جاي بجو الفضاء الحقيقي وشعرت أني عظماً أعضاء ناسا لكن ببعض المناطق الأخرى شعرت أن الرسومات عادية وما قدمتش جديد الجرافيك بشكل عام بيعتمد على المكان ولو بدك ملخص الكلام بقدر أوصف لك الرسومات بإنها جيدة جداً هذا بالإضافة أنه جرافيك ستارفيلد رح ينظري مع اليوتيوب لقطات التسجيل ما عم شوف عم تعطيها حقاً لهيك عم استخدم تصوير للتلفاز مباشرةً لأن شعرت أنه عم يعطي صورة أفضل عن الواقع وجودة وجوه الشخصيات رائعة ومتعوب عليها وصارة هاي اللي الناس قفلت عليها شكلها وتفاصيلها ممتازة وكل من رح يلعب ستارفيلد رح يحكي معها أكتر شيء وعن اختياره وفي رسالة مهمة في عدد كبير من اللاعبين بيقولك نحن ما منحب ألعاب الفضاء أنا بحب إلكم سببكم أنه ما لقيت ولا لعبة أعطت شعور الفضاء الصحيح مثل ما عملت ستارفيلد وهذا الشي رح ياخدني أحكيكم عن طريقة اللاعب كنت متخوف جداً من نظام الأطلاق والتصويب فهو أكتر شيء كان واضح فشله من عروض اللعبة بس الحمد لله طلع جيد وممتع طريقة التصويب بتشبه سايبر بنك لكن أفضل منها بمراحل وطريقتي باللعب فشلت في ستارفيلد ما قدرت أدخل بين الأعداء بتهور وإلعب بطريقة مجنونة لأنها قدمت تحدي جبرني كون تكتيكي بتحركاتي وجبرتني ابحث عن الزخيرة والطبيات وأعمل لوتنجي كثير وهذا الشي عجبني فمستوى الأعداء وتحركاتهم كانت جيدة وبالمستوى المطلوب لكن التصويب لا يعتبر إلا جزئية صغيرة جداً من طريقة اللعب فالحوارات واتخاذ القرارات وجبرك على التفكير يعتبر قسم مهم وأنا اتأخرت لا اكتشفت أنه في متعة بفحص الأشياء عن طريق الاسكانار وتأخرت لا اكتشفت أنه تطوير السفينة فيها رائع جداً ومن غبائد جاهلته في البداية لكن لما احتجت كبر سفينتي وجدت نظام يستحق يكون لعبة مستقلة ولما شفت سفينتي بعد التعديل طار عقلي فيها وصار في رابط بيني وبينها هذا غير نظام المرافق العجيب واللي اخترت عن طريقه مرافقي خلال تأدية المهمات وكل واحد منهم أعطاني تجربة مختلفة عن الآخر ولسه ما دخلت لك بنظام التطوير الممتاز ونظام اللعبة المالي اللي حفزني اجمع وحاول اشتري مركبات وشقاق أو اني اتعلم المهارات مثل السرقة وفتحت لي اللعبة أمور ما كنت اتخيل انها موجودة بالإضافة لبناء المستوطنات وإدارة الطاقم وأعطاءهم وظائف وحرب السفن الممتعة ونظامها البسيط والزكي أكتر شي صدمني هو قدرة اللعبة على تذكر كل شي عملته بهاي الأمور اللي ذكرتها حتى لو كانت على مستوى رمي لأحد الأغراض بداخل السفينتي فبيبقى بمكانه أما بالنسبة لوضع اللعبة على البي سي فهو التالي كنت خايف تكون نسخة البي سي سيئة التخصيص وخوفي طلع بمكانه بس مو لدرجة السوق اللي توقعتها كارتي 1080 Ti مع معالج جيل 13 فأقل أداء توقعت أحصل عليه هو 2K مع جودة مرتفعة لكن للأسف الفريمات بقيت تحت الستين إطار والطريقة الوحيدة اللي اتبعتها لحصل هالرقم الزهبي اللي حرق قلبي هو باللعب على اللو ستينكس فحط ببالك اللعبة تقيلة وبتحتاج بي سي قوي بنفس الوقت تجربتي كانت سلسة ما واجهت هبوط مفاجئ في الأداء واستمتعت بالتصويب بشكل أكبر بكتير من اللعب على الكونسول فكانت حركتي سريعة وسلسة حتى ما عدم وصولي للستين فريم وأجمل خاصية أني قدرت ألعب بنفس السيف جيم الموجودة على الإكس بوكس فما كان في داعي عيد اللعبة من البداية بالنتيجة ستار فيد لعبة رائحة ومن أهم ألعاب التاريخ وستعطي قيمة كبيرة جدا للإكس بوكس والجيم باس لكن انتبه من اللي رح قلعك يا هاي لعبة رح تعيش لوقت طويل جدا ولن يكرهها إلا اللي ما فهم كيف يلعبها فهذا حرفيا اللي صار معي ورح يكرهها كمان اللي ما بيعرف إنجليزي لأن اللغة فيها شيء أساسي ومن دون تعريب حتكون مشكلة كبيرة عند عدد كبير من العرب اللعبة قد تستحق التقييم الكامل لكني ما استطعت اتسامح مع قرارهم بتشغيل اللعبة على 30 فريم على أقوى كونسول موجود في السوق وعدم وجود القدر على الطيران في غلاف الكواكب وهذا الشيء أزعجني لذلك تقييمي إلها هو 9 من 10 ونعم ستار فيد تعتبر خسارة كبيرة لعدم توافرها للاعبين بلايستيشين لو وصلت لهون فشكرا إلاك اكتب لي ستار فيد في التعليقات خد مني قلب وساعدني بنشر المراجعة السلام عليكم